طائرات الامريكية قصفت قيادي من النجباء او من الفصائل تمام راح بيها ابو تقو ومسجاد واكو جرحة تمام كانوا اياهم بالموكب مالتهم شغل الفيديو بدون صوت انا اريد اسأل الاطار التنفيسي وين السيادة اللي تحجون بيها السيادة وين لما قلب العاصمة وبغداد ينقصف ويستهدفون واحد من قياداتكم واحد من قيادات الفصائل قلب بغداد ينقصف يا الاطار التنفيسي وين السيادة مو تارباشين ساعة تحجون السيادة والسيادة شو البارحة تطلعت وتصيحون قلّا قلّا امريكا لعد اليوم شنو مو قلنا لكم مو حتيني مو نواني يمعودين إلزموهم وقف لي هنا الفيديو مو قلنا يمعودين إلزموهم يمعودين عوفوا السالفة بيكم خير ابنه البلد البلد دا يرجع لي ورده ينباق وانتو ولا يمكم هاتكم أوامر تمشون عليها وقلنا لكم بداية الأربعة وعشرين إلى نهايتها رح تكون نهايتكم وانتو تصدرون إعلامكم وذول إعلام مغرض وذول إعلام تشذاب وذول مدري منه وهسه بلشت بداية الأربعة وعشرين أول شخص راح إحنا نقول ونحكي ونجيب أدلة ووثائق والإطار التنفيسي تشذبنا فخلي من يطلعون قيادات الإطار التنفيسي لا يحكون بعد بالسيادة لأنه شافوا اليوم السيادة شون صار بيها صارت كل السيادة مو مريحة